وشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب في أكثر من عشر حلقات قدمناها هنا في برنامج عبر الكتاب قمنا بالرد على كتاب للدكتور منقذ السقار بعنوان هل افتدانا المسيح على صليبه ومحتوى كتاب الدكتور منقذ هو موضوعه موضوع واحد هو نفي صليب المسيح وقدمنا تفنيد لهذا الكتاب وكذلك الأفكار التي قدمها الدكتور منقذ في هذا الكتاب وأخيرا وبعد عدة أسابيع قام الدكتور منقذ بالرد على حلقة من الحلقات العشر الحلقة الخاصة بصفر إشعياء 53 والتي يؤكد فيها التاريخ اليهودي قبل المسيح وكذلك أيضا كل المفسرين المسيحيين على مر العصور أن إشعياء 53 هو نبوة صريحة وواضحة عن صلب المسيح وعن موته الكفاري عش كده حلقة اليوم هي بعنوان سقطت الدكتور منقذ السقار نكن للدكتور منقذ السقار كل الاحترام والتقدير لكن عندما يأتي إلى إشعياء 53 وإلى مناقشة الكتاب فهو يقدم فكره واقتناعه الإسلامي ولأجل هذا نحن أيضا نقدم فكرنا واقتناعنا الكتابي المؤسس على كلمة الله والذي أيضا من خلاله نقدم الإيمان المسيحي في مجمله طيب ماذا قال الدكتور منقذ؟ أول حاجة الدكتور منقذ قال أنه اقتباساتي لم تكن من الكتاب كتاب هل افتدانا المسيح على الصليم خلينا نسمع أول فيديو للدكتور منقذ ونرجع نعلق عليه لكن هل ما يعرضه بالفعل هو مأخوذ من كتابي؟ أم أن هناك لعبا وتدليسا وتزويرا يمارسه على الجمهور؟ دعونا نستمع إليه وبعدين يقول لنا ودليل ذلك دي المصيبة الكبرى ودليل ذلك أن في لوبوس الحواري قرأ النص ولم يفهم منه أنه نبوه عن المسيح إزاي؟ هو حضرتك حضرتك قريت النص الكتابي وقريت الحوار لدار ما بين في لوبوس والخيس الحبشي بقى في لوبوس هو اللي مفهمش أن النص يتكلم عن المسيح طيب فهو بيقول أنه أنا قمت بعملية تزوير وتغيير وتدليس وأن ما قلته غير موجود في كتابه أنا لا أمتلك الكتاب مطبوعة وكان نفسي أنه أنا يكون عندي الكتاب مطبوعة أي نسخة منه لكن النسخة التي حصلت عليها هي نسخة بي دي اف ونسخة طبعتها موجودة وطبعتها من على النت هذه النسخة يا دكتور منقذ موجودة وهدي لحضرتك يمكن حد حطتها يعني بعلمك أو بدون علمك تحت سلسلة سلسلة الهدى والنور شايف حضرتك السلسلة سلسلة الهدى والنور الكتاب هل افتدانا المسيح على الصليب الدكتور منقذ بن محمود السقار ومقدمة الكتاب هي بتاعتك وهي أيضا عبارة عن تلخيص للحلقات اللي انت قدمتها وفي الآخر المقدمة كاتب بهذا كتبت وقلت نجيب عنه بموضوعية ومنهجية علمية نقلب صفحات الأسفار المقدسة عند النصارى ونحتكم وإياهم إلى العقل المجرد والفطرة السوية مستشهدين بدلالة التاريخ وحكمة عقلائه من النصارى اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى الصورات المستقيم دكتور بن منقذ بن محمود السقار مكة المقرمة صفر ألف ربعمية أربعة وعشرين الكلام اللي انا اقتباسته موجود يا دكتور منقذ في خلينا طلع الصفحة صفحة تسعة وخمسين من هذا الكتاب تسعة وخمسين من هذا الكتاب وأنا هكبره أيضا قدام حضراتكم بيقول لي بقى بيقول لنا وهو بيناقش أشعياء تلاتة وخمسين بيقول لنا هل ما جاء هل ما جاء في أشعياء نبوة عن صلب المسيح هذا هو السؤال يقول لكن النصارى يرون أن ثمة نبوة في غير المزامير بعد أن قدم دراسة عن المزامير وإزاي أنه من خلال المزامير استطاع بحزن فكره أنه ينفي صلب المسيح وموت المسيح لكن النصارى يرون أن ثمة نبوة في غير المزامير قد وردت في صلب المسيح ألا وهي ما جاء في أشعياء اتنين وخمسين وثلاثة وخمسين هو ذا عبدي وحطت لنا النص كله هو ذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا كما اندهش منه كثيرون حاطت النص الكتابي مشكور إلى الآخر كويس يقول ويربط النصارى بينه بين هذا النص وبين ما جاء في مرقص فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة ومقصوده كما جاء كما لا يخفى ما جاء في أشعياء سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وبعدين يقول لنين والنص لا ريبة قد تعرض للكثير من التلاعب والتحوير وتجزم بهذا التلاعب عندما تلاحظ غموض عباراته وحين تقارن نص أشعياء مع ما جاء في أعمال الرسل وهو ينقل عنه وفيه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شات سيق إلى الزبح ومثل خروف صامت أمام جزيه طيب لذا فأقرأ لبعدها النقطة المهمة لذا لذا حق للمحققين حق للمحققين أن يروا نصا حورة لينطبق على المسيح ودليل ذلك ودليل ذلك إن في لبس الحواري قد قرأ النص ولم يفهم منه أنه نبوءة عن المسيح حتى أطلعه عليه خس حبشي كان وزيرا لملك كلدانة ملك الحبشة وبعد هذه القصة تنصر الرجل وعمده في لبس يقول لوقة فبادر إليه في لبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء فقال لعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى في لبس فصعد أن يصعد ويجلس معه يبقى النص اللي أنا اقتباسته يا دكتور مرقز موجود موجود في إحدى النسخ لكتابك اللي موجودة على النت ودليل ذلك أن في لبس الحواري قرأ النص ولم يفهم منه وكان سؤالي هو مين اللي كان بيقرأ النص وما فهمش في لبس هو اللي قرأ النص ولم يفهم منه ولا الخس الحبشي بحسب الرواية الإنجليا سفر الأعمال هو الذي كان يقرأ النص ولم يفهم حتى صعد في لبس وجلس بجانبه وأفهمه ما يقرأ نشوف تعليق الدكتور مرقز على هذا الكلام شوف الفيديو رقم اثنين ما أعرضه هنا ليس رأيي إنما هو رأي عدد من العلماء وأقوم أنا بنقده أما ما أعرضه هنا فهذا كتابي اخترت رأيا من هذه الآراء اللي اعتبرت الرأي الصحيح وانتصرت له وبدأت أدلل له ولم أذكر الآراء الضعيفة التي أنا نقدتها في رسالتي للدكتور عرفتم الفرق ما أعرضه هنا إنما أعرضه لأنقده وقد فعلت بينما أعرضه هنا إنما أتبنه في الغالب أوكي دكتور منقز بقاري مبين ما كتبه في رسالة الدكتوراه وهو عمل رسالة الدكتوراه وبينما يكتبه في كتبه فرسالة الدكتوراه كلنا عارفين وده طبعا يعني جزء مهم إن انت لما بتناقش قضية انت بتطرح كل الأراء اللي موجودة على الساحة سواء كنت معاها أو ضدها وبعدين بتقول وانت بتناقش بتقول رأيك أنا أختلف مع القضية دي بسبب الأسباب واحدين ثلاثة واختلف مع الرأي الفلاني واتفق مع الرأي الفلاني ولو عندك رأي جديد لذكر هنا ولذكر هنا بتقول لكن أنا رأي كذا وكذا فأنت بتعمل التسيس بتاعك أو الطرح الأكاديمي بتاعك بإن انت بتطرح كل الأراء وأنا اتفق معاك وبعدين بيقول أما الكتب الكتابي أنا فهو ما يحتوي على فكري ما أؤمن به أنا كل الأفكار الضعيفة التي لا أقتنع بيها اللي ما أذكورها في الدكتوراه أنا لا أذكورها لكن ما أقتبسه وأضعه في كتابي هو ده فكري وأنا في النسخة اللي عندي يا دكتور منقز الباراجراف اللي موجود دوا موجود بإسمك ده نسخة من كتابك أنا معرفش الطبعات اللي بعد كده أو النسخ اللي بعد كده فيها إيه لكن أنا لما أريت أريت على طول لذا حق للمحققين أن يروا نصا حورة لينطبق على المسيح ودليل ذلك ودليل ذلك الكلام كلامك مش كلام حد تاني سواء ده المكتوب في الرسالة عندك أو مكتوب في الكتاب بس اللي موجود قدامي في هذا الكتاب وأنا طبعته في هذا الكتاب كويس اللي موجود هنا ده كلامك وإلا يكون حد خد كلامك يا دكتور منقز وحور في كلامك وأضاف ما عنده وحزف ما يريد وعمل كتاب آخر وتحطه تحت اسمك ولازم كمان إذا حد عمل كده لازم حضرتك ترد عليه لكن الكتاب مكتوب هالفتادان المسيح على صليب سلسلة الهدى والنور للدكتور منقز بن محمود السقار مكة المكرمة وبالتاريخ طيب نشوف الدكتور منقز في الفيديو اللي بعد كده بيقول إنه كلام اللي أنا قلته ده موجود في الدكتوراه لكنه مش موجود في الكتاب فخلونا نسمع إذن ما يعرضه جناب القص ليس موجودا في كتابي لكنه موجود في رسالتي دعونا نرى ما هو الموجود في رسالتي هذه صورة النص من رسالتي للدكتور يقول لذا حق للأفندي محمد توفيق أفندي أن يرى النص متأثرا بالأثنية وأن النصارى هوروا في النص لينطبق على المسيح واستدل لكلامه من الاستدل لكلامه؟ الأفندي واستدل لكلامه بأن في لبس الحواري قرأ النص ولم يفهم أنه نبوءة عن المسيح حتى أطلعه عليه خصي حبشي كان وزيرا لملك كنداكا ملك الحبش إذن يا جماعة هل هنا في رسالة الدكتوراه أنا أقدم رأيي أم أقدم رأي الأفندي طيب طبعا أنا ما عنديش الدكتوراه أنا أريد الكتاب المطبوع والموجود والمتوفر كويس والكتاب لم يقل أنه هذا رأي الأفندي الكتاب قال أنه هذا رأي الأفندي الدكتور منقذ بن محمود السقار الكتاب يقول لذا حق للمحققين أن يروا نصا حورة لينطبق على المسيح ودليل ذلك أنه في لبس الحواري قرأ النص ولم يفهمه لا يوجد هنا قدامي الأفندي أو شيء أنا معرفش إذا كان الدكتور منقذ شيء للإقتباسات ما أوقات كتير عشان الواحد ما يعملش إيه ما يحبش يكتب يطبع حاجات فيها تعقيد أكاديمي بيشيل حاجات المعقدة ويحط الحاجات السهلة لأن قارئ الكتاب غير قارئ رسالة الدكتوراه طيب أجي لنقطة مهمة وهي أنه ما ذكره حتى الأفندي يا دكتور منقذ رأيه يبدو على أنه لم يقرأ النص الكتاب إذا كان هذا الاقتباس هو اقتباس الأفندي فهو مطلعش أفندي ولا طلع حتى أكاديم لأن الذي لم يفهم النص لم يكن في لبوس ده في لبوس هو الذي شرح النص في لبوس هو اللي شرح النص الذي لم يفهم النص هو الخس الحبش ولما الأفندي يكتب دوا ويبقى مش عارف مين اللي فهم ومين اللي شرح للي مش فاهم وحضرتك تقتبس نفس اللي اقتباس حتى بتاعه حتى ولو اقتباس ده معناه انه هو أرى ولم يفهم أو لم يقرأ ولم يفهم ده ألف به القراية ألف به قراية النص اللي مين عمل إيه فلما أرى رواية مين عمل إيه وامتى وفين وازاي طيب أجي إلى نقطة أخرى في نفس في نفس السياق في نفس العنوان العنوان الرئيسي اللي كان حطه ومحطوط لهنا هل ما جاء أهو هل ما جاء في إشعياء نبوة عن صلب المسيح كويس في نفس السياق بنجد فكرة أخرى غير فكرة أنه في لبوس لم يكن فاهم في صفحة ستين من الكتاب يقول لنا إيه ده أخذنا الجزء ده لكن خليني معلش خليني أروح لصفحة اثنين وستين من هذا الكتاب ويرى ويرى منصور حسين في الترجمة المتداول للإشعياء ما يؤكد فكرته بأن المسلوب هو يهوزا ويقارن هذه الترجمة مع النص الإنجليزي للخروج من غموض النص العربي ده موجود فين ده موجود في الكتاب دوان هل افتدنا المسيح على الصليب سلسلة الهدى والنور لا يذكر هنا أبدا أي اعتراض على كلام منصور حسين وأنا لما أذكر رأي واحد دون أن أعترض على كلامه ده معنى أن أنا موافق على هذا الكلام أو دي مدرسة أخرى موجودة وممكن تكون صح إيه هي المدرسة التفسيرية الموجودة أن المصلوب هو يهوز وليس المسيح وذلك بناء على الغموض الموجود وبعض الألفاظ الموجودة في نص إشعياء 53 وده وده اللي حاول يشرحه الدكتور منقز في الفيديو رقم أربعة بيحاول يشرح لينا أنه هذا ما قاله منصور حسين أنا أسمع الكلام أنا لم أقل بأن نص إشعية 53 كان يتحدث عن يهوذة الأسخريوطي بنجاة المسيح على الصلب لأن المصلوب هو يهوذة ويبدأ يعرض بعض ما فهمه هو من خلال نص يهوذة إذن الموجود هنا ليس رأيه إنما هو رأي منصور حسين عبد العزيز طيب الموجود يبقى في لبس عبارة في لبس لم يفهم اللي موجودة هنا دي مش بتاعته موجودة في كتابه أو موجودة في الكتاب اللي موجود على النت الرأي إنه إنه المصلوب هو يهوذة ده ليس رأيه ده رأيه منصور حسين أو كل الفكرة اللي في الكتاب إيه كل الفكرة اللي في الكتاب هنا هو الطعن في صلب المسيح ده الفكرة الأساسية وفي سبيل هذا يحاول أن يأتي بكل الأفكار الإسلامية الأفكار الإسلامية الخاصة بنقد الصلب لكي ما يقنع القارب بإنه اللي مصلوب ليس هو المسيح قد يكون قد يكون يهوذة قد يكون غير يهوذة لكنه ليس المسيح فغرض فغرض نفي الصلب هو الغرض الأساسي وراء هذا الكتاب وأنا لما أريت هذا الكتاب اللي متوفر واللي موجود وأريت اللي موكتوف فيه أنا بدأت أنقض هذا الكتاب أنا ما كملته أنا وصلت بس يمكن لنص ومن الحاجات اللي نقضتها الكتيرة أن الدكتور منقز في هذا الكتاب اللي موجود وفي آخره كمان لو رحنا إلى آخر الكتاب يا دكتور منقز ورجع ورحنا إلى المصادر اللي حضرتك استخدمتها المصادر والمراجع أنا وقتها قلت أنه مصدرين بس مسيحيين موجودين في الكتاب مسيحيين موجودين في الكتاب المصدر الأول الكتاب مؤدس المصدر الثاني ترجمة برنابا لكن بقية المصادر كلها هي لمسلمين عبدالأحد داود محمد محمد حسن عبد الرحمن أحمد داد كامل سعفان منصور حسين عبدالعزيز محمد توفيق صدقي أفندي كلها مصادر إسلامية وكانوا أتاها استغراب يا دكتور منقز أنه كيف الكتاب يناقش قضية مسيحية جوهرية لا يرجع إلى مفسرين مسيحيين وحتى لما بترجع إلى أسماء مسيحية غربية أنت لا تسكن لنا ماذا كتبوا واسم الكتاب إيه ولا الصفحة إيه ولا المرجع إيه وبالتالي تتركني في حيرة هل ما قالوا الدكتور منقز اكتباس حقيقي ولا اكتباس غير حقيقي وبصراحة اللي اكتشفته واللي عرفته واللي اتأكدت منه أن اكتباسات غير حقيقي في مجملها طيب ده رأي الدكتور زي ما هو بيقول الدكتور منصور حسين يبقى كأنه هو بيقول أده مش رأي أنا بس عرضت رأي الدكتور منصور حسين طيب فيه كمان حاجة تانية في الكتاب أنه رأي آخر في نفس الجزء اللي حضرتك بتناقش فيه بيقول أنه النص في بعض الآيات اللي موجودة في الشهاية 53 هي نبوة عن رسول الإسلام نبوة عن محمد رسول الإسلام وبتقول أيضا أنه ده مش رأيي فنشوف الفيديو اللي أنا كلمتي فيه عن الجزء دو وتعليق حضرتك عليه ناخد فيديو رقم خمسة خمسة وقد ظن الناس أنه قطع في أرض الأحياء وأنه ضرب من أجل ذنبي وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنبي لكن الحقيقة غير ذلك النص الإنجليزي من سيعلن لجيله أي أن الحقيقة خلوا بالكم أي أن الحقيقة الخافية أن محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أقول جناب القص هذا غير موجود في كتاب هل افتدان المسيح على الصليل إنما نقلته من رسالتي للدكتورة وأنا أعرض رأي الأستاذ منصور حسين عبد العزيز ورأي الدكتور ممدوح جاد وهما يتحدثان في هذه المسألة طيب أو بردو قال لنا مع أنه الكتاب لما تقرى مش محطوط فيه أنه فواصل ده رأي فلان وده رأي فلان وده رأي فلان الكتاب مكتوب كأنه رأي واحد رأي الكاتب وهو بيترح بحسب فكره المدارس التفسيرية اللي هو مقتنع بيها وليس أراء بينتقدها ويس فال اللي اللي تعرض يا دكتور منقز هنا واللي دايما بيعرض في برنامج عبر الكتاب كبرنامج أنا مسؤول عنه كل حاجة تبقى مدروسة ودقيقة وأمينة ولا نعرف التزييف المقدس ولا نعرف الطقية النص كما هو موجود في هذا الكتاب زي ما قلت النص كما هو موجود في هذا الكتاب للدكتور منقز هو الذي نناقشه وهو الذي أيضا نفنده أنا مش هروح لحضرتك وقولك هو حضرتك أنت قلت الكلام ده ولا كتاب ده موجود ومطبوع موجود باسمك ولا أعلم من الذي أضاف ومن الذي شال ومن الذي أحزف ولا أي شي كتاب موجود زي ما هو سواء الأفكار دي موجودة في الدكتور بتاعتك أو موجودة في الكتاب أنا بناقش اللي قدامي النسخة الموجودة سلسلة الهدى والنور طيب أجي إلى نقطة مهمة أخرى هو بيقول أنه نظرتي لإشعياء 53 ليست هكذا في إشعياء 53 أنا مش بقول أنه هو بتكلم عن يهوز ولا بقول أنه بتكلم عن المسيح ولا بقول أنه هو بيكلم عن رسول الإسلام ومال بيكلم عن مين يا دكتور منقز قال أنا رأيي الواضح والصريح أنه هذا الناس يتحدث عن الأمة اليهودية طيب نشوف نشوف كده كلام الدكتور منقز عن هذا الأمر في الفيديو اللي بعده طيب عبلا ما يجهز الفيديو لكن هو بيقول أنه رأيي أنا رأيي كدكتور منقز مبني على أراء اليهود ومعلم اليهود كويس وهو أنه هذا النص الشعية 53 لا يتحدث عن الرب يسوع أو عن المسيح إنما يتحدث عن الأمة اليهودية فهل هذا الرأي فعلا رأي صحيح ولا غير صحيح نسمع ما هو النص الذي يتبناه منقذ أو يرجحه منقذ ولعل أقرب هذه الأقوال وأصحها ما ذهب إليه محمد توفيق صدقي أفندي في أن الإصحاح يتحدث عن شعب إسرائيل وسبجه وذلته ثم نجاته سبيه إلى بابل ثم ذلته ونجاته ويدل عليه ما هو الدليل على الصحة الترجيح بأن هذا الرأي هو الصحيح أن هذا هو فهم النص عند اليهود وهم أصحاب الكتاب الأصلي طيب يعني دكتور ممكن تتطفق مع اليهود في كل تفسيرهم لأنهم أصحاب الكتاب الأصلي يعني ده سؤال أنا بطرح هل كل تفسير اليهود بما أنهم أصحاب الكتاب الأصلي تقبلها يا دكتور منقز ولا أيضا تفحصها وبعدين لما تقول هذا كل أراء معلم اليهود أنهي معلم اليهود وأنهي كتب وأنهي مراجع رجعت لها وهل رجعت للكتب التراث اليهودي سواء الترجوم أو الكتب اليهودية كتب الأباء اليهود معلم اليهود اللي كانت قبل المسيح ولن ترجعت إلى معلم اليهود في العصر الحديث أنهي كتب رجعت لها أنهي رأي يتفق عليه معلم اليهود وعلى فكرة الحلقة اللي أنا قدمتها عن أشعياء 53 وضحت الحضرتك وضحت المشاهدين حقيقة مهمة جدا وهي أنه تفسير أشعياء 53 قبل القرن الثاني الميلادي يختلف 180 درجة عن تفسير معلم اليهود بعد القرن الثاني الميلادي حصل هنا نوع من التغيير ليه لأنهم لا يريدوا أن يربطوا هذا النص بأشعياء 53 مع أنه معلم اليهود قبل القرن الثاني ربطوا النص بالمسيح لكن لألا تنتشر المسيحية ويقبل اليهود المسيح المخلص المسيح غيروا في تفسيرهم النص طيب دكتور منقص بقى اقتبس من كتابي أنا لي كتاب اسمه المسيح في سفر أشعياء وطبعا من عنوان من عنوان الكتاب يفهم ايه يفهم ان هناك نبوات كثيرة في سفر اشعياء بتتكلم عن المسيح بصورة واضحة جدا ويعتبر سفر اشعياء هو السفر الثاني في كل أصفار كتاب معدس بعد سفر المزامير من حيث الكثافة عن التنبؤ والنبوات عن شخص المسيح يعني يأتي سفر المزامير الأول وبعدين يأتي بعده مباشرة سفر اشعياء وبعدين يأتي في المرتبة التالتة سفر زكري فسفر اشعياء مليان بنبوات الواضحة والصريحة جدا عن شخص المسيح وانا في الكتاب دوا خدت هذه النبوات ورتبتها وقدمت فيها عملت فيها كتاب او سميه كتاب كويس اسمه المسيح في سفر اشعياء فالدكتور منقذ اقتبس من كتابي ووريكوا الطريقة اللي اقتبس بيها الدكتور منقذ من كتابي نسمع الفيديو اللي بعد كده اقتباس الدكتور منقذ بان بان الاصحاح يتحدث عن شعب اسرائيل وسبيه وذلته ثم نجاته سبيه الى بابل ثم ذلته ونجاته ويدل عليه ما هو الدليل على الصحة الترجيح بان هذا الرأي هو الصحيح ان هذا هو فهم النص عند اليهود وهم اصحاب الكتاب الاصلي طيب الفيديو اللي بعد كده هو فيه اقتباس من كتابي فخلينا ناخد الفيديو اللي بعد كده اللي بيأكد هذا الرأي ان الدكتور اشرف متفق مع الدكتور منقذ ومتفق مع تفسير الافندي فس اشرف عذمي له كتاب المسيح في نبوءات اشعية يتحدث في صفحة تسعة يقول هناك جزء اول يسميه من الاصحاح واحد الى الاصحاح تسعة وثلاثين يقول هذا الجزء الاول يعالج الفترة من سبعمية وتسعة وثلاثين الى سبعمية واحد قبل الميلاد يرتبط بأحداث تاريخية هذا الاصحاح واحد الى تسعة وثلاثين الجزء الثاني من سفر اشعية الاصحاحات من عشرين من اربعين الى ستة وستين يعني الثلاثة وخمسين يتحدث منه طيب هذه مختلفة عن الاصحاحات من واحد الى تسعة وثلاثين وهذا الكلام صحيح فهي تتحدث عن السبي البابلي والرجوع من السبي اي الفترة من ستمية وخمسة الى خمسمية وتسعة وثلاثين لا اذا هناك من يؤيدني في اختياري ان المقصود باشعية ثلاثة وخمسين هو جناب القص نعم جناب القص يؤيدني بان الاصحاح ثلاثة وخمسين كان يتحدث عن السبي الباب طيب يعني بصراحة دكتور منكز انت شاطر شاطر جدا يعني اساسا الغرض من الكتاب هو الحديث عن المسيح في زفر اشعياء فكيف الكتاب يتناول المسيح في زفر اشعياء ينفي نبوة اساسية عن الرب يسوع في اشعياء 53 يعني يعني اه 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 المسيح في سفر اشعياء وده اسم الكتاب وصورته كويس وموجود في دار الفكر الانجيلي في الاسباكية هم اللي نشروه والكتاب موجود وموجود على النت وخدوه وحطوه برضو زي على النت فموجود برضو ليدور عليها يلاقيه ايضا على النت ويمكن ويمكن يتصفح كتاب في اه اي كتاب اي نبوة بنقول عليها انها لها اطار تاريخي اللي ايه لانه معاملات الله واعلانات الله جات في اطار تاريخي مجاتش يعني غير القرآن غير القرآن فعندنا عندنا معاملات الله ايام موسى فنجد في سفر الخروج ده الاطار التاريخي للسفر هل معنى كده ان السفر لا يحتوي على نبوات عن المسيح لا طبعا لكن الاطار التاريخي للسفر يختلف عن لا يناقش اذا كان فيه نبوات او مفوش نبوات ولا يعترض ولا يعارض فكرة وجود نبوات فلما اجي عند اشعياء واقول انه اشعياء الاطار التاريخي بتاع اشعياء اللي بيناقش الاطار التاريخي لهذا الاعلان الالهي هو التاريخ الفلان والتاريخ الفلان ده ليس معناه انه انه النبوات الموجودة دي غير حيائية او انه الاطار التاريخية تعارض او النبوات تعارض مع الاطار التاريخي فانا في صفحة في صفحة رقم تسعة بتناقش الخلفية التاريخية لاي سفر لازم تتناقش الخلفية التاريخية ده حتى سفر المزامير او اي سفر حتى ايوب الاسفار الحكمة ااسفار الشعرية لها كلها خلفيات تاريخية فما هي الخلفية التاريخية خلفية تاريخية اللي اصححت من واحد لتسعة وتلاتين تاريخية تمت في الفترة ما بين سبعمية تسعة وتلاتين الى سبعمية واحد ملادي وده كل العلماء التفق معايا على كده عندما اتسعت حدود الامبراطورية الاشورية لتشمل من الجنوب الشرقي وادي ما بين النهرين وبابل والخليج الفريسي ومن الغرب حتى البحر المتوسط وهي فاترة اشتهارت بالازدهار ال�ازدهار المادي والاقتصادي والعسكري الى اخره وهي ايضا فترة اشتهرت بالبعد الروحي والعبادة الاوثان والبعد عن الرب وترك وصياء ده كلنا بنقشوا دي الخلفية التاريخية دي ما لاش علاقة بالنبوات لما اجي الى صفحة 15 الجزء الاخر اللي بيكلم عنه الدكتور منقز في صفحة 15 على طول بناقش الجزء الثاني اه سوريا بس اجيب الصفحة لحضراتكم اه هنا بقول ايه هناو فتحت خالص بقول ان الجزء الثاني من صفحة وهو فعلا اي واحد دارس بيعرف انه اشعياء من حيث الاسلوب والخلفية التاريخية كويس بينقسم الى قسمين اي دارس لصفحة اشعياء بيعرف كذا اما الخلفية التاريخية للجزء الثاني من اشعياء اربعين الى ستة واربعين لانه مسكور في كورش ومسكور في بعض العزو عزو شعبي الى اخره فمسكور في الخلفية الاخرى خلفية تاريخية الاخرى فتتحدث عن السبي البابلي والرجوع من السبي اي من الفترة ما بين 605 الى 539 وجود اشعياء 53 في هذا النص في هذا الجزء لا يعني انه يشير الى المسبيين بل هناك نصوص واضحة جدا بنسميها نصوص ميسيانية نبوات عن المسية ما تلخبتش الامور يا دكتور منقص وتخليني اقول اللي انا ما قلت لهوش ليه؟ لانه غرض الكتاب من اوله الاخره هو ان يتناقش ويقدم المسيح بحسب ما قدمه لنا النبي اشعياء المسيح ابن داود المسيح العبد المتألم دول الحقيقتين اللي موجودين في سفر اشعياء ولانه ابن داود فدخوله للعالم هيكون بطريقة مختلفة نص اشعياء سبعة اربعتاشر ولانه ابن داود ايضا هيكون يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتفه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا الها قديرا ابا ابديا ولانه ابن داود وصف ايضا بانه الغصم فكل هذه الحقائق موجودة في الكتاب اما العبد المتألم فده موضوع اخر ده بعد اخر وصورة اخرى يقدمها اشعياء في سفره عن الرب يسوع وده اللي انا نقشته لو رحنا الى لو كمر الاراية واتمنى يا دكتور مركز ان انت تقرى الكتاب من اوله الى اخره لو عند حضرتك وقت يعني في صفحة تلاتين صفحة تلاتين ماذا اقول في صفحة تلاتين اوكي ادي صفحة تلاتين النبوات الخاصة بالمسية يعني انا وعامل دراسة عن يعني ايه المسية ويعني ايه عبد الرب وكل الاستخدامات دي النبوات الخاصة بالمسية لا يمكن ان نتحدث عن وحدة سفر اشعياء انا نقشت الاعتراضات على وجود اشعياء واحد واشعياء اثنين وبقدم البرهين اللي انا مقتنع بيها على انها تثبت لنا ان سفر اشعياء سفرا واحدا كويس من ضمن هذه البرهين حاجة اسمها النبوات الخاصة بالمسية اللي بتؤكد وجود كاتب واحد لا يمكن ان اتحدث عن وحدة سفر اشعياء دون الحديث عن النبوات المسيانية التي يحتويها السفر وذلك لان وحدة السفر او عدمها تعتبر دعامة اساسية للنبوات المرتبطة بالمسية فاشعياء تحدث عن شخصية وصفات شخصية وصفات واعمال المسية بطريقة لم يتحدث احد بها من قبل فهو الذي اعلن ان المسية الممجد هو ايضا المسية المتألم مجروح لاجل معصينا مصحوق لاجل اثامنا يعني المسية المتألم ابن داود الملك المنتصر هو نفسه هو نفسه المسية المتألم وبيربط اشعياء ما بين الاتنين دي البصورة جميلة جدا في سفره ان العبد المتضع هو نفسه القائد الممجد وذلك المهان والمضروب والمخزول راجل الاوجاع هو نفسه المختار مختار الرب عشان كده يقول احد علماء النبوات في الكتاب المؤدس هو جرونجين وده استرالي وكتب مجلدين كبار اسمهم دمسياني او دمسية عند اولتسمن في المجلدين دول بيقول لنا ايه بيقول لنا اذا قبلت عدم وحدة نبوات اشعياء تصبح وحدة الرسالة المسيانية امرا غير اختياري ان ما يقصده جرونجين هو ان وحدة السفر تؤكد وحدة الرسالة لان الرسالة الاساسية لسفر اشعياء هي بيهوى الخلاص وهذا الخلاص يتم فقط من خلال المسية عبدالرب اه دكتور منكز ما ارىش النص ده خالص ما ارهوش وعش كده دكتور منكز اه انت بتقول ان انا باتفق معك لا 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 ده انا بختلف معك انت لو اريت وكملت الاراية هتجد ان انا بختلف معك في فكرك اه القرينة التاريخية هي في الوقت دون خلفية تاريخية لكن هذا لا يعني ان اشعياء تلاتة وخمسين بيتكلم عن المسبهين ويس وبعدين اروح لجزء اخر في الكتاب اه هروح الى معلش اه اه صفحة اه اه تمانية وسبعين اه اطلع شوية الفوق اه صفحة تمانية وسبعين بقدم فيها دراسة عن عبد الرب كلمة عبد كويس لانه الاشعياء 53 بيبدأ به هو ده عبدي وعندنا اربع قصائد بيطلق عليها قصائد العبد المتألم بتبدأ قصائد العبد المتألم باصحاح 42 من اشعياء من اصحاح 42 وعدد 1 الى 9 واصحاح 45 عندنا ايضا من 1 الى 7 وعندنا اصحاح 50 من 4 الى 11 وعندنا النص الاخير اللي هو بيبدأ من اشعياء 52 13 الى اشعياء 53 12 دول بيطلق عليهم قصائد العبد المتألم فكلمة عبد تشير من ضمن استخداماتها الى شخص ملك ملك لشخص وقلت الاستخدامات بتاعتها لكنها ايضا لها بعد لها بعد مسياني كبير جدا في صفر اشعياء وهذا ما نرى في صفر اشعياء في الكتاب في صفحة 82 بيقولنا ايه بيقول ان عبد الرب هو شخص المسيئة ابن داود ويعتبر محور وقلب نبوة اشعياء فمع ان اشعياء استخدم كلمة عبد ليشير بها الى اشخاص مختلفين الا ان ما نطلق عليه اسم قصائد العبد تشير بكل وضوح الى شخص واحد يأتي في المستقبل بالنسبة الاشعياء ويتمم مقاصد الله وبموته الكفاري يبرر كثيرين لقد اعد اشعياء المسرح من البداية لزهور المسيئة عم نوئيل فتحدث عن ميلادي من عذراء وكذلك عن اسمائه والقابه في اصحح تسعة وذكر من اي سبت وعشيرة وبيت يخرج غصن يسة لكن ما يفوق توقع وانتظار الانسان وبالاخص الانسان اليهودي هو ان هذا الملك المولود ابن داود والذي تتحد فيه الصفات الالهية سوف يتألم ويرفض ويجرح ويطعن والامه هذه سوف تكون لفداء وخلاص الكثيرين هذا ما اقول يا دكتور مونقص هذا رأي الدكتور الشف اللي موجود في الكتاب اللي حضرتك ما كملتش قرية الكتاب عشان تعرف رأي طيب بعد لما الدكتور منقص قدم لنا الجزء ده وانا قلت ان الدكتور منقص ناقش هذا الجزء في احدى الفيديوهات وراح اقتبس من الدكتور حنى جرجس الخضري كتاب تاريخ الفكر المسيحي ولما اقتبس الدكتور منقص كعادته للأسف هو يقتبس ما يريد ان يقتبسه هو لو لئي عبارة تتفق معاه في مظهرها مش في جوهرها لا في مظهرها هيقتبس العبارة دي ويترك الجوهر لانا تختم الغرض وهو اقتبس من الدكتور حنى جرجس الخضري ووضع كلاما على لسان الدكتور حنى جرجس الخضري عكس رأي الدكتور زي ما هو هنا هو هنا بيحاول يثبت اني انا بقول انه اشعياء اربعين لستة واربعين هو بيتكلم عن السبي البابلي وبما انه اصحاح تلاتة وخمسين هو جزء من هذا النص فبالتالي اشعياء تلاتة وخمسين يعتبر حديثه عن السبي البابلي وهو لم يقرأ بقية الكتاب ليعرف رأيي انه هذا الجزء هو جزء مهم جدا في الحديث عن المسيح المتألم هو عمل كده مع دكتور جرجس الخضري وزي ما قلت لدكتور مونقز انا اي حاجة بقرهالك دكتور مونقز بحاول بقدر ما استطيع ان امكن اني ارجع للمصدر اللي انت اقتباسته لاني بصراحة انا فقدت الثقة في اقتباساتك فبحاول بحاول ارجع بقدر ما يتيح لي الامكانية من وجود الكتاب او عدم وجوده الى اخره اني ارجع لي اقتباساتك وللأسف كل مرة برجع للاقتباسات انا بتصدم ومن ضمن هذه الاقتباسات اقتباسك للدكتور حنة جرجس الخضر ناخد الفيديو الاخير رقم طيب وزي ما قلت انا يعني كان لي الشرف اني اكون واحد من تلامزة دكتور حنة جرجس الخضر يقول لنا ايه سفر سفر اشعياء النبي نجد فصول عديدة جدا تشير بطريقة واضحة وصريحة الى المسيح واننا لا نجهل ان بعض المفسرين قد فسروا او قد حاولوا نسبة معظم الفصول الكتابية في سفر اشعياء للامة اليهودية كلها في اثناء الساب وبعده ويس لكنه يقول انه ان البعض الاخر نسب هذا الفصول انه على انه من الواضح البين ان هذه الفصول تتكلم عن المسيح بطريقة لا تترك للشك او للعبس مجالا يبقى هو كاي عالم بيقولك انه اه في ناس فصريتها كده لكن هذه الفصول وهذا هو اقتناع الشخصي لكن هذه الفصول من الواضح البين انها تتحدث عن المسيح فما يجيش بقى دكتور منقز ويقول لي اصله الدكتور حنى جرجس الخضري قال كما يفعل في كثير من اقتباساته وبعدين يقول لنا ولكننا نعتقد ان الصورة التي يقدم اشعياء هنا سواء في اصحاح 53 او اصحاح 61 لا تنطبق على اسرائيل كشعب الا بطريقة جزئية ولكنها ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية تنطبق على المسيح بطريقة كلية فعندما نقرأ اصحاح 53 لا يمكننا بسهولة ان ننسب الى امة اسرائيل وخاصة نبواتها التي تتشير بطريقة مباشرة الى المسيح وهو نفسه طيب ده ده الجزء اللي كلمت فيه عن اكتباس الدكتور مونكس وارجع مرة ثانية الاشعياء لا يمكن ابدا ان اشعياء 53 يكون يشير الى الامة اليهودية لا اكتر من سبب في عجالة اللغة لا تساعدنا على ذلك نهائي العبارات اللي مسكورة والاوصاف اللي مسكورة لا تشير الى هذا الامة اليهودية تألمت لانها اخطأت الامة اليهودية رحت للسبي لان السبي كان دينون يطلع عليهم اما عبد الرب في اشعياء 53 فهو بار وقدوس والامه هي الام الاخرين لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا لكنه مجروح لاجل معاصينا مصحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا نحن هنا نتحدث عن عبد عن شخص بار يتألم لانه يحمل الام الاخرين لكن شعب اسرائيل تألم وراح للسبي لانه اخطأ وده كان السبي هو دينون طالله على شعبه كما نجد ايضا هنا في اشعياء 53 حقيقة اخرى حقيقة شخص قدام جروب مجموعة هو ونحن هو مجروح لاجل معاصينا معاصينا نحن مصحوق مفرد لاجل اثامنا نحن بالجمع اقرى الصفر اقرى الاصحاح الاصحاح يا دكتور منقص كما قال ديتلش وكل وهم من اعظم مفسر العهد القديم قال عندما تناول هذا الاصحاح قال وكأن وكأن اشعياء يجلس عند اقدام المسلوب ويكتب بالزبط ما يراه وما يسمعه اشعياء تخطى الزمن نبوة اشعياء تخطى 700 سنة لكي تتحدث عن المسيح العبد المتألم فما جيش انت او غيرك ويقول لي دا الامة اليهودية او دا يهوزة او دا حتى في اشعرات لرسول الاسلام هذا لا يمكن ابدا ان يثبت امام الدراسة وامام اللغة النص وامام القرينة وامام ما يقوله الوحي المقدس مش ممكن يا دكتور منكس حقيقة صلب المسيح لا يمكن لنت ولا غيرك انهم ينفوها لا اكتر من سبب لانها تاريخ له شهود عيان اثر في حياة الكاثرين والملايين وما زال الى يومنا هذا ان كان عندنا شيء بنفتخر فيه فنحن نفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح الى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم